طب يليو بتنصح اشتري مستعمل ولا جديد حبيبي من خبرتي انا بنصحك تشتري مستعمل اذا صح حلك 70% من كاميراتي وعدساتي اللي استخدمت خلالها السنين الماضية كانت مستعمل بحال الوكالة ليش يليو بتنصح مستعمل طيب يمكن تكون خربانة يمكن ضاحك عليك الاخرية نادر ما تصير هاي القصة لاكثر من سبب منهم اللي بمسك كاميرا او عدسة صراحة بدير باله كثير عليها يعني انا كاميرتي بتذكر قربة تنجرح شاشتها وقع قلبي اذا كان فيها عطل او كسر او جرح عادة بيكونوا كاتبين بالوصف تاع البيع انه هاي العدسة للبيع وسعرها رخيص زي هيك لانه فيه كسر ما بيأثر على الصورة لكن فيها شعر صغير مثلا على شاشة الفوكس وهاي صارت حالات كثيرة لكن بكل الاحوال اذا انت مش قريب مني وشاكك شوي تواصل مع صديقك اللي جرب كاميرات وعدسات كثير مش مصور محترف ركز معاني المصور المحترف معناته على كاميرا واحدة الو سنين جرب اللي بتاجر فيهم او صاحب كاميرات وعدسات جرب يبيع ويشتري وهو رح يساعدك اكثر لانه صار عنده خبرة بشكلهم الغبر اللي عليهم بصمات الايد كمان بتبين لانحسات تعون العدسة من وراء قدام جرحه وقدام استخدمه فهالاشياء بتفرق معاه وعينك المجرد ما رح تنتبه لها الا لشخص عنده خبرة طب يليو ما في طريقة واضحة ومباشرة اقيس فيها كم الكاميرا مستعملة او لا صراحة فيه طريقة رسمية من المصنع موجودة اللي هي بتعطيك كم الكاميرا لطقطة صورة كم عملة هاي زي عداد السيارة كيف الشركة بتضمن لك انه هاي السيارة مثلا تمشي لحد مليون كيلو متر انا ما بفهم بالسيارات كثير صراحة نفس الاشي شركة كانون مثلا تضمن لك انه كاميرا تلك كانون 6 دي تصور لك لحد مية وخمسين الف صورة بعد المية وخمسين الف ممكن يصير فيها اكمن عطل ممكن يصير فيها هاي الشغل منطلق عليها اسم عداد الشتر فمثلا انه والله هاي الكاميرا مستعملة بحال الوكالة عداد شترها ألف صورة ايش يعني؟ يعني خلال حياتها لطقطة بس ألف صورة يعني يا دوب هاي مستخدمة ما فيش حد استخدمها كثير فانت هذا اللي بدك تحسب حسابه لكن بدنا ننتبه لشغله مصورين الفيديو ما لهم عداد شتر لانه الكاميرا لما تصور فيديو كاميرات الDSLR خصوصا خلص بيفتح الشتر وبيظل يصور فيديو فممكن إلو خمسة سنين بصور فيديو بستعمل الكاميرا بس ما صور ولا صورة فهلا تعتبر جديدة بدك تنتبه لأشياء ثانية غير عداد الشتر فهي نقطة مهمة زيها زي عداد السيارة إنه كم مشت كيلو لكن بدنا ننتبه مين استخدمها وإيش الأجوال استخدمت فيها ونظافة السيارة ككل هل عليها غبرة كثير هل هي مزعة مقحطة إلى آخر هاي الأشياء كمان بتفرق معك اشتركوا في القناة